هنبدأ حلقتنا النهاردة ده موضوع مهم جدا إزاي نقدر نجهز ونعد جيل جديد بيحب بلده بيقدر قيمة تاريخ مصر بالحضارة المصرية سؤال مهم جدا حنحاول نناقشه النهاردة في حلقة صباح الخير يا مصر البداية دايما بتكون من الطفولة وبتكون كمان من التاريخ الأطفال لازم يتعرفوا على معالم بلدهم على تاريخها وده بيخليهم يعتزوا ويفخروا ويشعروا بالانتماء والولاء لوطنهم اللي كان دايما مصدر علم وحضارة وثقافة للعالم كله ولسه حتى الآن بنحافظ على عظمة الحضارة المصرية مبادرة مهمة جدا اسمها مبادرة خاصة بزيارة خمسين طفل ضمن مشروع بستان الإبداع للكنيسة المعلقة ولمنطقة مهمة جدا في مصر الأديمة هي مجمع الأديان فعلا الحقيقة أن فهم التاريخ بيساعد الأطفال على تقدير تراصهم وثقافتهم والزيارة كانت الحقيقة فرصة للأطفال كلهم للتعرف على واحدة من أبرز المعالم التاريخية في القاهرة وكمان يعرفوا أهميتها الخاصة ويحسوا بحضارتهم كده وانتماءهم وعزة النفس كمان ده مش كل حاجة لأن الأطفال بيكون عندهم فرصة لزيارة الكتير جدا من المعالم اللي بتصخر بيها مصر وحضارتها المختلفة والأثار الإسلامية الفرعونية القبطية الرومانية اليونانية الحقيقة كتير جدا مصر مليئة بصرواتها الأسارية وإزاي نحس بنوع كده من العزة والفخر وتنمية الوعي لدى الجيل الجديد عايزين نقول لحضراتكم كده على الصبح يعني المشاهد اللي احنا شايفينها على الهوى من داخل الكنيسة المعلقة المكان ده هي في مصر الأديمة مجمع الأديان نقدر نقول كده مكان بديع مكان بداية من جامع عمر بن العاص اللي هو أول جامع أنشئ في القاهرة مرورا بقى إلى مجموعة من المعالم الأثرية المسيحية واليهودية بنشوف الكنيسة المعلقة بنشوف كنيسة ماري جيرجس كنيسة أبو سرجة وصولا إلى معبد عزرة اليهودي الطفل لما بيتجول ما بين الأديان التلاتة ويشوف أن كل دي من الأديان دي كان ليه أثر في الأرض المصرية سواء في جامع أو كنيسة يهودي أو في كنيسة موجودة في المكان ده جميل جدا هذه الزيارات بيحصل فيها كده حالة من التفاعل مع المسؤولين عن هذه الأماكن التاريخية التعامل مع الأطفال بيكون تعامل مختلف وجميل بيتم استقبالهم استحبهم في جولات بيفرجوهم كده بنفسهم على حكاية كل أثر وتطورات اللي كانت موجودة في المنطقة دي بيحكوا المسؤولين عن الأثار دي عن تفاصيل وتاريخ المكان الأسلوب المعماري اللي تبنت به الكنيسة أو الجامع هل عندنا جزء من حلقتنا النهاردة هنتكلم عن الموضوع ده والتجربة دي بشكل تفصيلي زيارة منطقة مجمع الأديان أكيد هي تجربة بتستحق التوقف عندها لكتير جدا لأنها خرجت من فكرة المبادرة خرجت من فكرة مع خمسين طفل وياريت إن هي تتعمم في كتير من المشروعات والأماكن المهمة في الداخل المصري اللي بتحسسنا بأمتى الحاجة وإزاي نحن لينا تاريخ ولينا حضارة وممكن نبني المزيد والمزيد على هذه الحضارة والإنجازات طبعا وفق التحديات المختلفة للعصر الزيارة مش بس فرجت الأولاد على المعالم التاريخية أو الكنيسة المعلقة لكن كمان خرجت بيهم في ورشة إبداعية للرسم كل واحد بيرسم الأشكال اللي تعلق بيها أو اللي لفتت نظره جوه الأثر التاريخي أو جوه الكنيسة المعلقة تحديدا اللي هم زروها وهيكون فيه معرض كبير جدا هيضم لوحاتهم حتى لو كانت بسيطة لكن المبادرة في حد ذاتها فيها تشجيع للطفل وزيادة الوعي والانتماء زي ما تكلمنا وكمان تنمية المهارات الإبداعية المختلفة اللي بتزيد شغافهم بتاريخهم وحضرتهم خلينا نصبح على حضرتكم مرة تانية ونقول لكم صباح الخير يا مصر